خليني هاقف هنا لحظة قبل ما يعني اخد المداخلة دي واتكلم على مودست لحظة واحدة والحقيقة هنا لازم نقف نقف النادي الاهلي يقف ما هو أنا لما عادنا النادي يا جماعة برونوصопيو العيب مش كويس الناس هجمتنا شوية ما هو يا جماعة النادي الاهلي يوم ما هيجيب محترف لازم يجيب محترف علي الايمة ما أنا بدفع فلوس ده أنا حوش الفلوس دي مليون ونص بتاع برونوصافيو على مليون ونص بتاع الراجل ده مودست وأجيب لعيب تقيل 3 مليون دولار مثلا هو ولا أكتر كمان أجيب فرو التقيل مش هروح أجيبه خلاص واجري عايز ألحق القيد واللي عايز ألحق أجيب صفقة قوي صفقة اسمها ممكن تكون قوي بالسيفي اللي موجود فيه حقيقة مودست لكن في الآخر على الأرض الأمور صعبة وبالتالي لازم يبقى عملية انتقاء لللاعب اللي هيجي النادي الأهلي خصوصا بقى المركز ده مش أي حد وخلاص الراجل بقى له شهرين ما بيلعبش وسنه كبير فلما هتخش الرزق ده لازم تبقى وصق 100% انه هو هيلعب وهيديك النهاردة يعني حقيقة برضو بيرب الرجم انه أخد من البداية لكن ما فيش مردود إجابي ما فيش مردود إجابي هو بيحاول لكن إمكانيات الجسمانية والبدنية والزهنية مع العضل الأمور صعبة جدا جدا أنا أدل زعلوك يعني أنا ألعب الناشئ بتاعي الناشئ بتاعي أديره على فكرة ده كان بيحصل لنا إحنا وإحنا صغيرين في السن يعني وإحنا بنلعب في النادي الأهلي في الناشئين وبنطلع في رئي أول كان ممكن شوية المحترفين إنه بيجوا آه لازم بيبقى ليهم إيه شوية كده آه يلعبوا يلعبوا علينا لكن في الآخر إحنا بنبان بنحاول نبان ولما بيجينا الفرصة بنبان أعتقد لو زعلوك أخذ الفرصة زي ما الراجل ده هيأخذ كم ماتش والماتش بتاعي النهاردة هيبان هيبان وهيبقى كويس وهتستفاد منه لكن في الحقيقة مودست يعني يعني صفقة حتى الآن وممكن كمان قدام مش هيبان يعني ما تحاولش تقول لي إن بالإمكانات دي إنه ممكن يحصل تحسن فيه ألا ده خانوا واح لكاتل مصر كاتل مره همام نجمينها النهاردة